شو بيعطي الطلاق؟ هما بيديش حاجة يعني يمكن بيرجعك لنقطة صفر؟ مش صفر لأ بيرجعك تاني تدوري تاني يعني ترجعي تاني تدوري على الأمان تاني بتحس بي ممكن بالنسبة لي معرفش بالنسبة للناس إيه بالنسبة لي أنا يعني بمرحلة الواحد عم بيدور على الأمان إنه أنا ملقتوش أصلاً يعني أنا ما بقولكيش إن أنا كنت لقيته وراح مني يعني لأ أنا ملقتوش أنا كنت تقداري تقولي تجربة مش كاملة أو تقداري تقولي إنها أنا كنت نفسي في حياة بشكل حياة وما اكملش ما حصلش أو دي خيالي السازك تقداري تقولي علي يعني إنه كنت متخيلة إنه الحياة ممكن تكون بسيطة والدنيا تمشي يعني ما بيحصلش قد بتحمل مسؤولية قرارك؟ كله بتحملهم أخطأت؟ الأختيار؟ أه طبعاً 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 ممكن يكونوا ناس هايلين وما فيش أحسن منهم بس الحد تاني مش لياه أخطأت الأختيار لنفسي بتقولي الإطلاق بيعطي مرحلة الواحد بيرجع يفكر يدور على الأمان وكأنه هي المرحلة بتكون ضياع تصفيها بالضياع شوي لا مش ضياع بالعكس هو كان ضياع أه لأنه أه أنت بتعيشي أه بدل ما بتعيشي حياة أنت عملت تلصمي فيها عرفان إيه تلصمي يعني حاجة مكسورة هنا بتحطلها بتلزق بتلزق المكسور بتدوري لها على حاجة يعني تخليها حياة وهي مش حياة بأربع سنين مع فهد أه قديك إن فيهن حب وراحة وسعادة وقديك إن فيهن ممكن حزن ومشاكل كتير مشاكل أي نسبة أكتر كانت؟ لا نسبة المشاكل طبعاً كانت أكتر أه طبعاً بالعكس إن كنا يعني دي كانت أسرع طفان مشاكل كنت ممكن أقابله في حياتي يعني كنتش هتخيل إنه ممكن أقابل كم مشاكل بالمنظر دا يمكن مع فهد بالتحديد يعني يمكن كان هدي عصابك شوية ما يشتر مش عافلك هو مواكب مفعالك بالموضوع حسيت حالك وصلت على مطرح بديك تتنفسي؟ عشان هيك عملت حالك عم تضحك يا هاد لا والله لا خالص لا لا خالص بالعكس حسيت افتنقتك حسيت إن اتخنقت وأنا عايشة يمكن معاه يمكن دا كان أكتر أحساس أنا كنت عم بقصة اتخنقتي هلأ لأن الحديث عم تحكي فيه لا 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 خالص لا أنا على فكرة ما عنديش دلوقتي أحساس وحش خالص ولا حتى لما بحاول أفتكر الموضوع أو لما بفتكر وبستحي معي بس إنك الفاهد عنده أحساس وحش الله أعلم ما عنديش فكرة كنت تقولي أنا فاهد بيفهمني من عناية كنت تقولي هيك ها 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 دي كانت أهم وأحلى حاجة في علاقتنا المزيكة بس لو فاهد اليوم عم يحضرك عالشاشي شو بدي كيف هام من عيونك هو عمره ما فهمني إنسانة يمكن يعني عمره ما فهم أنغام الإنسانة فمش طالبة منه يفهم حاجة أنا أنا اللي أقدر أقوله إن هو كشخص بس حتته يعني راجل موسيقي مهم جدا موزع موسيقي مهم جدا الراجل موهوب جدا دي يمكن دي أكتر أكتر حاجة أقدر أتكلم عنه فيها دلوقتي أكتر من كده مش مسموح ما بقاش مسموح أنغام الصبية أو الست قبل ما تجوز تاخد معا جهاز حلو أنت أخدي معك طلقين هل هيدا الشي رح يأثر على الشخص الثالث اللي ممكن يدخل حياة أنغام أنا عايزة أقول حاجة هو ليه يعني إحنا بنعتبر الطلاق كأنه يعني تجربة فاشلة يعتبر خشل زواج خلينا نقول وزي ما فيه ربنا خلق جواز خلق طلق لأنه يعني بتلاقي حل لبعض المراحل بالتأكيد طبعا حل لأنه أحسن ما توصلوا أنتو الاثنين نكون بتكرهوا بعض أحسن ما يتحول الحب لكره فالانفصال بيكون في حالة دي أحلى كتير قوي من الكره حل أسلا كتير يعني الانفصال كان قرار من الثنين مش من أنغام لحالة أو من فهد لحالة بالتأكيد كان قرار مني أنا معرفش هو كان قراره إيه يعني أو هو كان عايز إيه أنا لحد الآن مش فهمة لأنه بس اللي أنا متأكدة منه إنه كان قراري أنا أنا اللي كنت عايزاه عشان هيك عملت خلع لتسبت إنه كأنه أنغام بده الطلاق لكن فهد لا لا لأنه لأنه ترفض لأنه ما حبش إنه المسألة تخلص بهدوء طيب يمكن ما تمسك فيك وعنده اتجاهك حب كبير تقدير سجي ما ظن مش ما ظن مش لا 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 ليه بتنظر الجميل؟ ما بيحربي؟ أنا بعتقد لا بعتقد إنه الراجل لو بيحب ست قوي 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 يعمل لها اللي هي نفسها فيه مش يمنعها في شيء يا نفسها فيه أو يقاية حريتها أو يقتلها أو يدوس على كيانها ده مش مش أو يضطرها إنها تعمل تصرف بالشكل ده إنها تدور على ناس تديها حريتها مش هو أي واحد من هولي اللي ذكرتهم بين الخنق والحرية وعاملها فهد؟ أي حالي؟ أي حالي؟ أي حالي؟ خنق الحرية طبعا خنق الحرية؟ طبعا حريتي أنا يعني كنت عايزة أرجع مكاني بقى مكاني اللي أنا بحب عيش فيه معرفة شعيش معاك بس الارتباط بيتطلب إنه الست والرجل يعني ما بتعود حياة المرأة متل لو كانت لحالة طبيعي؟ بصير فيه صناعي بتيعيش مع بعضو لا؟ بتأكيد بس زي ما بديكي مساحة ديني مساحة زي ما بديكي حرية لازم تديني حرية طبعا إني مش بدوس على كرامتك أو على حياتك أو على بطلب منك شيء كتير حقي أخد مساحتي بصي أنا مريش دعوة بالناس أنا مريش دعوة بحكم الناس بشوف إزاي أو بيعيشوا إزاي كل واحد له ظروفه أنا بكلم عني أنا كإنسانة أنا كنت عايزة مساحة طلباها من حقي بدي أختم بيكفر اللي حكيناه بتصور ويمكن ما يعني أنت حكيتي كتير وعلى فكرة يعني يا ربس عايزة أرجع لنقطة بعد إذنك إنه لما تطلبي حريتك من راجل إنه سبني مش قادر أعايش معاك ده حق ربنا خلو ما ينفعش تقوليلي إنه ده إنه بتمسك بي عشان بيحبني لعني مش معاكي فيه لعني هاي ده وجهة نظرك لا 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 وأنا بحترمها بس أكيد فيه وجهة نظر تاني ممكن تكون لا أنا أعرف ناس أعرف ناس كتير قوي بتسيب ست بتحبها جدا لإنها طلبت كده إنه بيحترم نفسه ميقدرش يعيش مع حد مش عايزه أو ميقدرش يعيش مع حد مش قادر يعيش معاه لفكرة فيه فرق كبير جدا من إن أنا أكون ما بحبوش وفرق يعني فرق بينها وبين مش قادر يعيش معاه ده موضوع تاني ممكن أكون بحبت جدا بس مش قادر يعيش معاه لسه بحبيه لا أنا ما بكرهوش ما بكرهوش بس ما حبيش عايش معاه ده موضوع تاني هاي ده أحلى جواب ديبلوماسي لا ما بدي قول ديبلوماسي أحلى جواب شوي هيك لحالات الحب يلي ما حلوة تموت أنغام هل ممكن تتزوجي مرة تالتي؟ الله أعلم لا أعتقد يعني بس أنا يعني برا غيب يعني ربنا واللي عايزه ربنا لا لا بدي أخد جوابا بالضو لحتى ذكرها إذا تزوجت مرة تالتي شو جوابت على هذا السؤال؟ أنغام ممكن تتزوجي للمرة التالتي تدي جوابك بالضو ممكن بس أنا مش عايزة أنا مش عايزة ممكن بس أنا مش عايزة بس أنا مش عايزة يعني أنا أنا ظروفي يمكن هي ممكن يعني تطول شوية أنه يبقى أسبوع مثلا غيب عن البيت في صفر في شغل في حاجة هو مش المفروض أنه أنا غيب عنه طيب ما بتعتبر أنه ظلم بيهم ما يشوفون؟ أكيد طبعا وليه ما في عنده حق الزيارة؟ لا ده مش حقيقي أنت مين قالك الكلام ده؟ خبروني عصفورة لا عصفورة كدابة مش حقيقي طب ليش ما بيشوفون؟ أنت بتكلم على مين؟ عمر بيشوف أبوه يوميا تقريبا عن فهد عن عبد الرحمن فهد هو اللي مش عايزة شوف ابنه هو اللي رافض شوف ابنه في البيت في البيت وين في مصر يعني؟ وغير مصر ابني عايش معي في مصر متأكيد وفهد عايش بالكويت أو بمصر؟ في مصر طبعا وما بيرضايش انت شاكدك العصفورة بتاعتك دي خيبة قوي مش عارف حاج خالص لا العصفورة ما بتحب تتعدى على حقوقك طب أنا في عندي سؤال بديه لأنه كنا عم نحكي شوية عن التحليل بالأول وسؤال